موسيقى تحية لكم مشاهدين وتقبل الله الصيام والقيام تضمنت مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط وهو خيار غير مسبوق حسب البعض ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية وفي هذا الخصوص أجمع خبراء أن مقترح الرخصة الدستورية للجيش الوطني الشعبي ورفع الحضر عن مشاركته في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية فرضتها شروط منها الظروف الإقليمية الرهنة وهي خطيرة وكذلك خطوة مدروسة للتأقلم مع المستجدة الطارئة مع المتغيرات أيضا الدولية وفيما أبدل بعض مخاوفه من الرخصة الدستورية للجيش رأي آخر اعتبر أن لا تغيير في عقيدة العسكرية للجيش حيث لا يوجد ما يمنع الجيش الجزائري من النشاط خارج الحدود الجزائرية وقد سبق له أن شارك في حربين بالشرق الأوسط عامي سبعة وستين وثلاثة وسبعين في إطار معاهدة الدفاع العربي المشترك فما رأي المؤسسة العسكرية والخبراء الأمنيين وخبراء القانون الدستوري في المسألة مسودة المشروع التمهدي لتعديل الدستور والتي جاءت استجابة لتحديات الراهن والمستقبل وبما يتوائم مع البيئة المتغيرة سياسيا واستراتيجيا عبر تبني أدوات دستورية تتكفل بمعالجة جميع الاختلالات والإخفاقات وتنظم ما يطمح ويصب إليه الشعب الجزائري ومن بينما تضمنت مسودة التعديل دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة بشروط ودسترة مشاركتها في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية خطوة يقرأها الخبراء بأنها مواكبة للتطورات والتحولات في مفهوم الأمن القومي فالسماح بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود يستجيب للتحديات المستقبلية التي تواجه الجزائر وهو بمثابة تفعيل لخدمة الأمن القومي الوطني فأي هزة في الإقليم ستنعكس سلبا على الأمن الداخلي الوطني وإن الانكفاء داخل الحدود السياسية وانتظار الأخطار الخارجية أصبح غير مجد تماما مثل ما حصل في العديد من الدول الأفريقية فعدم تفعيل هكذا مقترح سمح للدول الأجنبية باللعب منفردة في المنطقة ويعد وجود قوات جزائرية مستعدة للتدخل أمر سيقطع الطريق أمام الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية التي تتفنن في التلاعب بالأمن الإقليمي ومن هذا المنحة فالتدخل خارج الحدود لا يعني في أي حال من الأحوال الدخول في تحالفات وتكتلات عسكرية موجهة ضد دول بعينها أو التحول إلى شرطي العالم وإنما هو استعداد دائم للدفاع عن السيادة الوطنية ومصالح البلاد في كل مكان وفي ذل الأوضاع المضطربة على الحدود الجزائرية وتنام ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وما يشكل ذلك من عبء أمني على المنطقة أضحى التدخل الخارجي للجيش الجزائري أمرا ضروريا وحيويا لحماية الأمن القومي الوطني وتوسيع ضائرة النفوذ والتعزيز حضور الجزائر كلاعب إقليمي مؤثر في تحديد المسارات الجيوسياسية للمنطقة ضمن استراتيجية متكاملة تراعي المصلحة الوطنية من كل جوانبها جيش عالمي يمكن أن يدافع عن رؤية وسياسة بلاده في أي مكان ومن ثمته فهو يشكل سندا قويا للنشاط الدبلوماسي الدولي لجزائر فالمسودة المقترحة في هذا الباب تمثل تحولا عميقا تمليه المتغيرات الإقليمية والتدخلات الغربية في العديد من دول العالم وفي دول الجوار وهذا ما يحتاج إلى دسترة أي تدخل عسكري خارج الحدود وذلك عبر إجماع وطني وديموقراطي هو الملف الليلة ضمن برنامج في دائرة الضوء وعلى المباشر مع نخبة من ضيوفنا هنا بالبلاطو بالعاصمة الجزائر بداية بالدكتور رشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري الذي نتشرف بعودته للبرنامج مرحبا بك دكتورة أهلا وسهلا ولأول مرة بالبرنامج حضرت المقدم مصطفى مراح عن مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي مرحبا بك مرحبا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة وصحف طور مشاهدين الكرام مرحبا أيضا بالدكتور أحمد مزاب الخبير في الشأن الأمني معنا الليلة معنا بك تحية طيبة ونتشرف أيضا بالبروفيسور مصطفى سايج الذي نسعد دائما بتوجده معنا في البرنامج شكرا كريم وأنا أسعد دائما بحضور معك في هذا البلاطو شكرا لكم جميعا دكتور رشيد لوراري في البداية الجدل الكثرة على السوشيال ميديا وحتى عند من يريدون التساؤل ما الذي تغير بالنسبة لهذه النقطة بالذات مشاركة الجيش خارج الحدود في مسودة مشروع تعديل الدستور بعدها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية دعني أتوجه لك بالشكر على هذه الدعوة الكريمة ووجه التحية أيضا لضيوفك الكرام في البداية لعله من المفيد أن نذكر بأن العقيدة العسكرية للدولة الجزائرية من خلال طبعا مختلف الدستير دستور 63 ثم بعد ذلك دستور 76 فدستور 89 فدستور الحالي الذي تم وضعه طبعا بالتعديلات التي عرفها في 1996 جميع هذه النصوص الدستورية كانت قد حصرت مهام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن التراب الوطني لا غير وطبعا هذا الوضع جعل من الجزائر الامتناء عن المشاركة في أي عمليات عسكرية خارج حدودها الوطنية باستثناء وربما هذا الذي يغيب عن البعض باستثناء التعاون الدولي في إطار بعض المهام الإنسانية التي تتم في إطار الأمم المتحدة وعندنا أمثلة في هذا المجال بالنسبة كما قلت لعملية السلم التي تشرف عليها الأمم المتحدة مما ربما جعل الجزائر تتعرض لبعض الانتقادات من قبل بعض الأطراف نضع لهذا الموقف والجديد في مشروع وثيقة التعديل الدستوري هو الاستثناء الذي ورد على هذه القاعدة والتي تضمنته المادة 31 من مشروع التعديل المقترح وعلى وجهة تحديد الفقرة الثالثة التي أعطت الإمكانية للجزائر في إطار دائما الأمم المتحدة والاتحاد الدول الإفريقية وأيضا جامعة الدول العربية في ظل العمليات التي يمكن أن تتم تحت إشرف هذه المنظمات هو المشاركة من خلال إرسال أفراد من الجيش الوطني الشعبي في بعض العمليات التي تستهدف أساسا حفظ واستعادة السلام والأمن في بعض الدول التي تتعرض لبعض العمليات وجاء في هذا الإطار والتي تسيد لهذا المبدأ الذي كرسته هذه المادة جاءت الفقرة الثالثة من المادة 95 التي أقرت كما أوضحت أنت قبل قليل بمنح رخصة لسيد رئيس الجمهورية للقيام بإصدار قرار يتضمن السماحة بإرسال مجموعة من قوات الجيش الوطني الشعبي ولكن حتى هذه الرخصة ممكن نرجع لها بعد قيدها مشروع التعديل بمجموعة من الإجراءات لا بد أن يتمتبعها وأهم هذه الإجراءات هي أن يعرض مشروع القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية على المجلس على البرلمان طبعا هنا جاءت كلمة البرلمان والمفهوم هنا أن البرلمان بغرفته يعني مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للتصويت على هذا القرار وأن هذا القرار لا يمكن أن يخرج إلى الوجود إلا إذا تحصل على ثلثي أعضاء نقول ملح ثلثي أعضاء البرلمان بغرفته وليس ثلثي أعضاء الحاضرين في الاجتماع معنى هذا أن البرلمان وجوب لا بد أن يجتمع بغرفته للبحث وللتصويت على هذا القرار والفصل بصفة نهائية بأغلبية ثلثي الأعضاء ممكن بعد نرجع للخلفية لماذا البرلمان؟ لأنه باعتبار البرلمان يجسد الإرادة العامة لمجموعة أفراد الشعب وهو منتخبون إلى غير ذلك ولذلك فهذه تعتبر أيضا طمانة أساسية بالنسبة لضرورة وأهمية طبعا استعمال هذه الرخصة في الإطار الضيق والمحدد لها لأننا مربوطة ببعض العمليات التي تهدفوا إلى الحفاظ على الأمن والسلم هل كان في السابق هناك من يمنع مشاركة الجيش خارج الحدود قانونا قبل التعديل؟ أنا قلت لم يكن هناك نصا واضحا ولكن الممارسة العملية تعرفنا عندنا في القانون دايمن ميزو بن حاشدين النص القانوني النظري والواقع العملي التطبيقي الجزيرة شاركت في مجموعة من العمليات ممكن بعد نرجع أيضا لهذا الجانب وتكريس هذا المبدأ في الدستور لماذا؟ ما هو الغرض؟ ما هو الهدف؟ ألا يشكل هذا ضمانة وحماية أيضا للدولة الجزيرة ولمؤسسة الجيش الوطني الشعبي سألين الجيش التحريف في هذا المجال أم لا؟ طيب الآن حضرة المقدم ما رأيكم في هذا التعديل أو في مشروع هذا التعديل؟ ما رأيكم في هذه الرخصة الدستورية بالنسبة للجيش الوطني الشعبي؟ مدامت للنقاش والإثراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم أجدد لكم شكري على هذه الاستضافة الكريمة في الحقيقة ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور في المادة 95 الفقرة الثالثة كما أشار الأستاذ هذه الفقرة تتكلم وتحدد السلطات المخولة للسيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني الفقرة الثالثة تقول بأنه يمكنه أن يقرر ضمن هذه الصلاحيات الدستورية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج ولكنها مقرونة بمصادقة أعضاء البرلمان بتلتين من أعضاء البرلمان في الحقيقة دستلت هذا الأمر دستلت نشاط الجيش الوطني الشعبي أو إرسال وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج هو حماية للجيش الوطني الشعبي كيف؟ حماية له لأنه يسند هذا الأمر إلى الإرادة الشعبية الإرادة الشعبية هي ممثلة في البرلمان ممثلة إرادة الشعب تتمثل كما هو معروف من خلال المجالس المنتخبة سونا على المستوى المحلي في إطار المجالس الشعبية البلدية المجالس الشعبية الولائية والبرلمان بغرفته وبالتالي هذه المادة أغلقت الباب على أي تصرف خارج الإطار الدستوري الذي يمثل أسمى قوانين الجمهورية ومن تمتها فهذا التعديل هو أن إرادة الشعب الجزائري هي السيدة دون غيرها هي التي تقرر في القضايا مثل هذه القضايا هناك من في إطار إثراء هذا المشروع مسودة مشروع التمهيدي للدستور في إطار النقاش وإطراءها فيه لبس ربما بالإمكان أن يتم إرسال وحدات من جيش الوطني الشعبي إلى الخارج بعيدا عن المصالح الحيوية للجزائر بعيدا عن أمن واستقرار الجزائر لكن بالعودة إلى المادة 31 في الفقرتها الأولى تنص على أنه تمتنع الجزائر من اللجوء إلى الحرب ومن المساس بالسيادة المشروعة للشعوب وحريتها وفي الفقرة الثانية من نفس المادة 31 بأن الجزائر تبدل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية كما هو معهود عن الجزائر ومعروف الجزائر بهذا الأمر الإضافة في الفقرة الثالثة التي تتحدث عن أنه يمكن للجزائر الجزائر في إطار الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ولكن محددة بدقة ويجب أن نضع تحتها سطرين في ظل الامتتال التام لمبادئها وأهدافها يعني المحطات شاركة في عمليات حفظ واستعادة السلام وبالتالي الجزائر معروف بأنه كما تفضل الأستاذ شاركت سابقا ولها تجربة كبيرة في المساهمة ضمن أطر المنظمات الدولية سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي في تعزيز السلم الدولي في المساعدة في حل النزاعات بالطرق السلمية لها تجربة كبيرة في أنغولا من 91 إلى سنة 93 كان فيها 54 ملاحظ عسكري من الجيش الوطني الشعبي في كومبوديا كانت أكبر مشاركة بـ 228 إطار عسكري كملاحظين عسكريين وكملاحظين الشرطة كذلك كانت في النزاع لما تم الاتفاق في الجزائر سنة 2000 بين النزاع بين إيريتيريا وإيتيوبيا شاركت ضباط ملاحظين من الجيش الوطني الشعبي من 2000 إلى 2008 وشاركت أيضا في البورندي وبلغ الأمر حتى أنه شاركت وتم لأن الجزائر أثبتت من خلال مشاركتها بأنها فاعلة في الأطر الدولية تم تعيين جنرال عميد جزائري كمساعد لقائد قوات الأمم المتحدة إذن في روح هاتين المادتين هي حماية الجيش الوطني الشعبي والإرادة والقرار إلى الشعب الجزائي طيب دكتور أحمد مزام لما إذن الجدل لدى البعض على السوشيال ميديا ثم أن هذه الأرقام التي ذكرها كامبوديا أنجولا نرقات كثيرة لم تكن موجودة في الإعلام لذلك أعتقد جاء الأمر غريبا لدى البعض بأن يتم هذا التعديل ويحدث أن ترسل قوات للجيش الوطني الشعبي خارج الحدود هو في الحقيقة هذا التعديل جاء ليونهي جدل طويل دام لعقود من الزمن لأنه مثل ما تفضل سيد المقدم أن هذا التعديل جاء لحماية الجيش الوطني الشعبي بل أكثر من ذلك أقول جاء ليبضحها وليزيل الكثير من الغموض لأن النصوص السابقة كان فيها نوع من الغموض مما كان يدفع دائما إلى مجموعة من التأويلات وإلى التفسيرات التي كانت تخدم طيارات معينة فبالتالي اليوم نحن جئنا لنحدد الإطار والسياق وتوضيح بشكل واضح ومفصل المهام المنوطة والمسندة للجيش الوطني الشعبي في إطار مفهوم الأمن القومي المرتبط بالمصالح الحيوية للجزائر المرتبط كذلك بالمفهوم البعد الاستراتيجي للمعادلة الأمنية كذلك وليأتي كذلك ويتمشع والاستراتيجية الأمنية المتبنات في إطار مواجهة مجموعة من المعضلات والتحديات الأمنية التي هي في سيرورة التطور وفي حركية كذلك يتوجب بالضرورة كذلك أن تستجيب العقيدة العسكرية مع هذه التحولات ومع هذه المتغيرات لأنه لو نطرح سؤال بسيط حينما نريد أن نجيب أنه لا يوجد هناك نص كان يمنع إرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي في النصوص السابقة لأنه أولا جزائر لم تنسحب من اتفاقية الدفاع العربي المشترك الجزائر كانت بينها وبين تونس في نهاية الثمانينات اتفاقية معاهدة الإخاء والوفق المتعلقة كذلك بالدفاع المشترك وكان هناك مجموعات من الاتفاقية الثنائية التي كانت تبرمها الجزائر مثلما كذلك المهام التي كانت تسند لأفراد الجيش الوطني الشعبي في إطار المنظمة الدولية عمليا كما قال الدكتور لولوراري عمليا يعني لم تكن أيضا الأمور واضحة يعني لم تكن هذه الأمور معلومة لذلك تعود الجميع على فكرة عدم إرسال قوات أو عدم وضوح رؤية إرسال قوات لهذا أنا أقول بأن هذه التعديلات اليوم جاءت لتضع النقاط على الحروف وتوضح وتوزيل كل لبس هذا من ناحية من ناحية ثانية كذلك أننا حينما نتحدث على عقيدة الجيش الوطني الشعبي نتحدث على عقيدة ثابتة ونتحدث كذلك على مجموعة من المتغيرات فبالتالي هذه التعديلات هي جاءت لتضع مصار ولتضع كذلك إطار واضح المعالم لا يمكن لأي أحد أن يسير في إطار التسويق لأننا رأينا ذلك الجدل رأينا كذلك تلك التعديلات اليوم علينا أن نضع خطا فاصلا لأنه أمامنا مصار في إطار بناء المستقبل في إطار كذلك تطوير قدراتنا وبالتالي يجب أن نستجيب لهذه المتغيرات في إطار وضع النصوص قانونية وواضحة تحمي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي لطالما شكلت الضامن ولطالما كذلك شكلت السند الحقيقي في حماية أمن واستقرار الجزائر ولطالما كذلك كانت السند الحقيقي لإرادة الشعب الجزائري لذلك حتى في المادة 95 في الفقرة الثالثة حينما رخص لرئيس الجمهورية في اتخاذ قرار لإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي تم ربطها بممثلي الشعب الجزائري بمعنى ربطها بإرادة الشعب الجزائري لأن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني ومرتبط بإرادة الشعب الجزائري طيب بروفيسور مصطفى صيج أنت الذي لطالما رفعت من أجل قوة ناعمة رفعت من أجل تغيير الدهنيات والعمل وفق ما يحدث اليوم في العالم ندرك جيدا أن الأمور تغيرت ندرك جيدا أن التهديدات الإرهابية في شكلها أيضا لم تعود كما كانت والعلوم العسكرية تطورت والتكنولوجيا أيضا اليوم ضعنا في صورة الاستراتيجية عمق الجزائر الاستراتيجي هل يلزمها بأن تجري هذا التعديل؟ هل يلزمنا نحن كدولة كبلد أن نغير الكثير من المفاهيم في الدفاع عن أنفسنا؟ طبعا كريم ربما تكملة لزملائي كخبارة أولا خبير دستوري أتشرف أنك أكون معه أستاذ لوراري وسيدة المقدم مراح باعتباره مؤسسة العسكرية المحترفة التي تمثل الصورة التي طالما كان البعض ينتقدها بأنها المؤسسة الصامتة الآن نلاحظ نموذج للجيل الجديد الذي يتكيف مع هذه التحولات هو بطبيعة حال زميلي الخابير الأمني إذن في البداية يجب أن أحدد على الآقة ثلاث نقاط أساسية النقطة الأولى هي هوية الدولة الدولة الجزائرية ما هي هويتها؟ عندما نتكمل على هويتها كما أصدفت نتحدث عن مكاناتها الاستراتيجية موقعها ورؤيتها للتحولات الزيو السياسية المحيطة بها طبعا هناك دعني أقول نوع من الثبات العقيدة العسكرية هي انعكاس لهوية الدولة والدولة الجزائرية هي دولة أساسا تم بناؤها انطلاقا من حركة حرورية التي بندت بادت تقريبا كل مبادئها كما سبق للأستاذ لوراري في جميع الدستير بأننا نلتزم بعدم التدخل في شؤون خارجية الدول الأخرى داخلية لدول الأخرى ثانيا أننا نساند جميع الحركة التحرورية وفي نفس الوقت معادات الجوانب الاستعمارية بكل أشكالها والجانب الأساسي في هذا كله أن الجزائر بقيت تقريبا باستثناءات الوحيدة في تدخلات عسكرية كما جاء في تقديمك أننا ذهبنا لمناصرة القاضية الفلسطينية 1967 و1973 إضافة إلى هذا يجب أن نحدد بعض المفاهيم النقطة الثانية في المفاهيم عندما وربما يقلقني كثيرا بعض النقاشات لغير المختصين في هذا الميدان عندما يتحدثون الجزائر هناك تدخلات عسكرية هنا في هذا الجانب أنت يجب أن تكون مختص في القانون الدستوري يجب أن تكون مختص في القانون الدولي ويجب أن تكون مختص في القوانين الأمنية والاستراتيجية العسكرية في القانون الدولي عندما تضع نقطة الجزائر تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلم من ضلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية عندما تضع كليك تنقر على منظمة الأمم المتحدة الكلمة في حديثاتها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام واستعادة السلام وحفظ الأمن سوف تجد بأن هذه الوظيفة تقوم بثلاث مبادئ أساسية الوظيفة الأولى أن الجيوش تنضم كقبعات زرق تحت مضلة الأمم المتحدة عندما يكون الصراع بطلب جميع الأطراف الصراع بأنهم وقفوا ووصلوا إلى مأزق الألم يجب أن نسوي المشكلة وبالتالي هنا تذهب بجانب تسوية النزاع الجانب الثاني عدم استخدام القوة أن الجيوش التي تشارك في حفظ عمليات السلام هي مراقبة ولا تستخدم القوة إلا في حالة دفاع النفس الدقطة الثالثة التحييز بمعنى الجزائر عندما تطلب في هذه القضايا يجب أن تتميز بها التحييز إذن هذه المبادئ الأساسية في عملية حفظ السلم ليس بالمفهوم التقليدي الذي كان فقط تذهب الجيوش على خطوط التراس لوقف إطلاق النار الآن العملية تقريبا في العشرين سنة الأخيرة أنك ستقوم بمرافقة العملية السياسية مثلا في المسألة الليبية أو في المسألة السورية أو في اليمنية المشكلة ما بعد الحرب وعندما يمأزق الألم يؤثر على جامع الأطراف سوف يصلون إلى أن يكون هناك مراقبة العملية السياسية الانتخابات الجوانب الإنسانية حقوق المدنيين المؤسسات الأبنية الاستراتيجية إذن هنا المشكلة في حفظ السلم كيف تكون الجانب الثالث وهو مهم أن الجزائر كما سبقني سيادة المقدم لدينا في تجارب في المشاركات في جميع هذه الدول الإفريقية كومبوديا أو أنغولا وغيرها حتى في إيريتيريا لكن لدينا التزامات ننسى بأن كان لدينا مشروع القيادة العملية المشتركة لتمنراست دول الساحة الأربعة الميدان وبالتالي هنا تدميرها جاء عن طريق التدخل الفرنسي الذي زرع الانشقاق في الدول الإفريقية وهنا المشكلة أن تتعيش في محيط جيوسياسي فيه مؤسسات أمنية هشة وبالتالي الجانب الفرنسي تدخل وهنا على الأقل دعني أقول لم يحطم وإلا ما عطل مشروع القيادة العملية المشتركة لتمنراست الجانب الثاني هناك في الجانب الانتحاد الإفريقي نحن في الجانب الديبلوماسي دائما ما لدينا مبادئنا أننا نصدر استقرار والسلم لكن العمل الديبلوماسي يبقى مقرون بجانب العمل الأمني والعسكري هنا أنت في نعطيك نموذج فقط الجزائر شاركت في 2012 بشكل فاعل في هندسة الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي لدينا ثلاث ديبلوماسيين مروا على مجلس السلم والأمن الإفريقي آخرهم إسماعيل شرقي إذن في هذه الهندسة هناك البروتوكول ينص على أن تكون هناك قيادة سريعة إفريقية لتدخل العسكري ومن بين الألوية خمسة حسب المناطق ألوية لشمال إفريقيا في تلك الفترة القيادة أسندت إلى ليبيا في 2010 القدافي ونظامه تم تدميره والآن ربما الجانب الدوري للإدارة هو في مصر الآن المشكلة أنت لديك التزامات على المستوى الإقليمي سياسيا وديبلوماسيا كيف تتكيف مع التحديات القادمة وبالتالي الدستور هو يحاول أن يستشرف ما هو آتي يعني تلتزم سياسيا وديبلوماسيا عليك أن تلتزم عسكريا أعطيك نموذج فقط نموذج عملي ما يجري في ليبيا هناك للأسف في هذا الفراغ الإفريقي والجزائر إلى آخر مرة مشاركة في برازافيل كانت تطالب أن يكون هناك قوات إفريقية للمشاركة في ليبيا لماذا يأتي الأتراك ويأتي الإماراتيين ويأتي جميع الدول من الخليج ومن آسيا يأتون إلى دولة مع العلم أنها دولة جارة ذي الجنب وذي القربة عندها لديك ألف كيلومات حدودية معها والجانب الأساسي في هذا الإطار سيد الرئيس عندما قال لا يسمح مستقبلا لتكون تهميش الجزائر في الأزمات المحيطة بها سواء في مالي سواء في الصحراء الغربية سواء في ليبيا إذن هذا في تقديري الآن يجب أن نضعه في حدوده بمعنى ليس فقط الجزائر بالمفهوم ما تريد بعض الأفكار في التواصل الاجتماعي أن تسوقه الجزائر لا تتدخل عسكريين في شؤون جميع الدول وإنما تريد أن تخلق أو تبعث الجوانب للتنسيق الإقليمي إعادة إحياء الآن إذا لاحظت الفرنسيين فشلوا في برخان فشلوا داريعا على كل مستويات هناك سخطا للرأي العام في نيجر في مالي في بوركينافاسو يطالبون برحيل الفرنسيين لأن التدخل الفرنسي وحتى جي سانك ساحل لم يأتي إلا بالويلات والضمار على المنطقة واضحة الفكرة واضحة نريد على كل النقاش مفتوح نريد أن نوضح مسائل كثيرة مثلا الفرق بين المشاركة والتدخل دكتور لوراري ضعنا في جديد هذه المادة من حيث ما كنت تريد قوله في المضامي بمعنى ما الذي يتغير ثانيا لماذا هذا التوضيح القانوني أو لماذا هذه الرخصة الدستورية للجيش أنا زيادة على ما قالوا الإخوان فيما يتعلق بالأبعاد الحقيقية لمثل هذا التعديل الدستوري وكما ذكروا هو جه حماية أولا للبلاد ومن خلالها طبعا حماية للجيش الوطني الشعبي وإزاحة لكثير من اللبس الذي رافق مختلف النصوص الدستورية التي سبقت هذا التعديل وهو أيضا تعزيز لدور الجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقرار لذلك لما نرجع لهذه المادة نلقى بأنها مربوطة بمجموعة من العمليات التي تتم في إطار منظمات سواء منظمة الأمم المتحدة الوحدة أو الاتحاد الإفريقي أو بالنسبة لجامعة الدول العربية ولذلك لا يمكننا بالنسبة إلينا شخصيا إلا أن أعتبر مثل هذا التعديل هو بمثابة إضافة نوعية لماذا؟ لأن القراءة الجيدة والمتأنية لمختلف تحولات التي يعرفها العالم وخاصة ما يجري عندنا في المنطقة كان يتطلب ضرورة مراجعة مثل هذه السياسة لنقول الدفاعية الوطنية وتحيينها لتتماشى مع مختلف هذه المتغيرات وهذه التحديات التي أصبحت مفروضة على الجزائر ولذلك في اعتقادي بأن المقاربة الأمنية يعني الصحيحة اليوم هي تلك التي تعتمد على البعد الاستراتيجي للدولة الجزائرية من خلال طبعا كما قلت مع تعرف هذه المنطقة وعرفته في السابق من أزمات وتحديات وتهديدات للأمن الوطني هذه التهديدات التي ما يسبق للجزائر أن عرفتها وطبعا لما قلوا الجزائر عن الجيش الوطني الشعبي داخليين وخارجيين منذ تقريبا 2011 لذلك فالجزائر بحكم هذا الموقع الاستراتيجي لها إفريقيا باعتبارها دولة محورية في المنطقة لا تملك أعفون تملك مجموعة من الإمكانيات المادية والبشرية وأيضا نضع لأهتمامها بما يجري حولها ولعل ما يجري في الدولة الجارة هنا ليبيا ما يجري أيضا في المالي إلى غير ذلك هذا الوضع جعلها تشكل مجال لاستقطاب لاستقطابات لمجموعة من القوى الدولية الخارجية الأجنبية طبعا في هذا المجال والتي حاولت هذه القوى في مراحلة معينة أن تضع الجزائر في زاوية لا تحسد عليه ونظن في هذا المجال بأن المتضررين من مثل هذه التعديلات وبعض الامتدادات لهم في الداخل الجزائري أقول بأن هؤلاء المتضررين من هذا التعديل هم تلك القوى الموجودة بدول الجوار وخاصة بالسحل الإفريقي والعمق الإفريقي يزعجهم هذا التعديل؟ نعم نعم الذين عاملوا لمراحل طويلة بغرض عزل الجزائر ووضعها في زاوية خليني نقول لا تحسدوا عليها وبالتالي في مثل هذا التعديل في مثل هذا التعديل سيعطي لها محالة دفعا جديدا للدولة الجزائرية لتعود بكل قوة للعب دورها في المنطقة منذ آخر تصريح كان لسيد رئيس الجمهورية في رقائه مع الصحفة حول ما يجري في الدولة الشقيقة ليبيا كان واضحا في هذا المجال بين الجزائر سوف لن تخضع لأي ضغط أو لأي تأثير وإنما ستدافع عن مواقفها من خلال طبعا ما تملكه من تجربة ومن رصيد تاريخهم في هذا المجال خاصة بنسبة لحل مجموعة كبيرة من النزاعات التي كانت تجارية في المنطقة ومجموعة من التدخلات يعني في فكرة أنك عندما تفاوض سياسيا تتفاوض من موقع قوة وأنت لديك هذا التعديل عندما لديك هذه القوة العسكرية بتطورها بالتحديثات بالتكوين الذي جرى لسنوات طويلة ستفاوض من موقع قوة حضرة المقدم مصطفى مرح قد يتساءل أي مواطن ما الذي سيتغير اليوم في تعامل جيشنا مع الملفات الدولية أمنيا عسكريا شكرا أضيف إلى ما قاله قبل أن نجيب عن تغيير الذي سيحل أضيف إلى ما قاله الأستاذ صايج المحيط الجيوسيا الإقليمي والدولي وطبيعة التهديدات نعلم جميعا أن الحروب تطورت وتعرف بحروب الجيل الأول جيل الثاني نحن في حروب الجيل الخامس أو السادس وبالتالي يستوجب أو الاستراتيجيات الدفاعية الاستراتيجيات العسكرية تعتمد على الاستشراف تعتمد على بناء سياساتها الدفاعية على استشراف المستقبل واستشراف وقراءة التطورات الحاصلة في الفضاء الإقليمي والدولي هذا المحيط الجيوسيا الإقليمي والدولي يحمل مخاطر على أمن الجزائر واستقرارها لعدة أسباب أولا انتشار النزاعات الداخلية وما يترتب عنها من تأثير كبير على كينونة وكيانة الدولة في حد ذاتها أيضا نلاحظ ما يجري بأنه بعض البلدان تسعى إلى التموقع أو التموضع في المنطقة وهذا أيضا يحمي المخاطر على الأمن واستقرار الجزائر وعلى المصالح الحيوية للدولة الجزائرية لا ننسى أيضا كما تفضل الأساتدة بؤر التوتر في حدودنا الشاسعة الجزائر تجمعها حدود مع سبعة دول تبلغ 6511 كيلومتر حدود غربية 1739 كيلومتر إذن حدود هي بؤر التوتر والخطورة في هذه البؤر التوتر هي أنها متشابكة وزادة من تفاقمها ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية هذا التغير بدسترة تدخو إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان كما قلت سابقا تحت السيادة الشعبية أولا يعبر عن رؤية عميقة للواقع والمستقبل يعبر عن إدراك بأن الجزائر الجديدة بأن هذه الدسترة تتماشى ومعالم إرساء جزائر جديدة من طرف سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بأن الجزائر الجديدة السيادة فيها لا لأحد هي للشعب الجزائري الذي يقرر التغييرات هذه بدسترة هذا إرسال الجيش الوطني إلى الخارج له إنعكاسات إيجابية وتخدم المصالح الحيوية للدولة الجزائرية فيمكننا بناء سياسة دفاعية تخدم في إطار اتفاقيات الثنائية لمواجهة ما يعرف اليوم بأن الحروب اليوم حرب الحروب العصر الحالي هي حروب تشكل فيها التنظيمات الإرهابية على الخصوص الأدات الرئيسية وبالتالي القضاء النهائي والتعاون في هذا المجال في دول الجوار في إطار اتفاقيات ثنائية سيسهل الجانب العملياتي للجيش الوطني الشعبي وبالتالي تعزيز وحماية أمن واستقرار البلاد إلى جانب آخر أنه سيكون عامل رضع إذا فكرت أي تنظيم خارج الحدود يعلم بأن ممكن الجيش الوطني الشعبي بدسترة تعامله مع هذه التهديدات خارج الحدود سيجعلها تفكر أكثر في استهداف أمن واستقرار الجزائر بالإضافة إلى سيعزز من السياسة الخارجية والديبلوماسية الجزائرية كما تفضل سدى الأساتدى إذن هذا يندرج أولا في إطار تحصين الجزائر الجديدة من النزعة الفردية في الحكم يدستر لجزائر بمكانتها في محيطها الإقليمي والدولي مكانتها سواء على المستوى العملياتي على المستوى العسكري ومكانتها أيضا بما تحمله من قيم ومبادئ تمثل وشكلت لها نجاح طيلة مسيرتها إلى اليوم بأنها دولة تسعى إلى حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية دولة تحرم على نفسها التدخل في شؤون الآخرين إذن هذا تماشي مع هذه المتغيرات سيعطي للجزائر الجديدة مكانتها المستحقة في فضائها الإقليمي وحتى في الفضاء الدولي طيب دكتور أحمد مزاب أنت ذكرت في حلقات لو تذكر سابقا بأن ملفات كثيرة كان يراد لنا أن نستدرج كان يستدرج الجيش الجزائري إلى نزاعات ما الفرق بين أن تستدرج كجيش إلى نزاعات وبين أن تدافع على نفسك من خطر إرهابي مثلا في منطقة معينة كما كان يشرح حضرة المقدم هو في فرق أولا بين أنك تقحم في مستنقع الصراعات والتدخلات والحروب وتصبح طرف في معادلة الأزمات وبين أن تكون وسيط غير متحيز لأي جهة من الجهات تعمل على صناعة الاستقرار وعلى كذلك حفظ السلم والأمن وعلى استعادة الاستقرار للدول لأنه في وقت سابق كان هناك محاولة اللعب على هذه الأوراق من حيث ماذا؟ أنه كان دائما الاتكال على أن الجزائر لا يمكنها أن تقحم جيشها خارج حدودها الوطنية وبالتالي استبيحت المنطقة في إطار منهج عسكرة المنطقة في إطار كذلك إدخال المنطقة في وحل من الصراعات والحروب التي كان لها إنعكاسات مباشرة على المعادلة الأمنية وعلى كذلك معادلة أمن الحدود وكنا ندفع دائما الثمن هذه المشاريع وهذه كذلك المخططات التدميرية من ناحية ثانية كذلك أن هذا التعديل اليوم سوف يسمح لنا بإعادة ترتيب التوازونات على المستوى الإقليمي اليوم سوف يصبح التفكير في دور الجزائر وأن الجزائر يمكن لها أن ترسل جيشها خارج حلودها الوطنية من أجل حفظ السلم والأمن في إطار مقارباتها وفي إطار كذلك مبادئها التي تقوم على أساسها السياسة الخارجية فبتالي نحن اليوم نتحدث على تحول جوهري على تحول كذلك استراتيجي بامتياز سوف يساعد أولا السياسة الخارجية للجزائر وسوف يساعد كذلك الاستراتيجية الأمنية المتبنة من قبل الجزائر وسوف يساهم كذلك من تذليل الكثير من العقابات وسوف يعيد كذلك ترتيب الأوراق على بستوى الأزمات المحيطة بحدودنا الإقليمية لأنه في وقت سابق كان هناك البحث وكان هناك مجموعة من الضغوط نتذكره أنه من 2011 كان هناك مجموعة من الضغوط على الجزائر بل حتى أنه كان في محاولة إقحام الجزائر سواء كان في التدخل العسكري في مالي في ليبيا لم تتوقف الضغوطات والمحاولات ومحاولة تجر الجزائر رأينا كذلك في بعض الأحداث التي عرفتها الجزائر سواء كان في حادثة تيغن تورين في 2013 في حادثة كذلك اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في شمال مالي فبالتالي اليوم نحن نبحث في إطار إعادة ترتيب الأوراق وكذلك إعادة ترتيب التوازونات دعني أذهب كذلك من زاوية أخرى واليوم نحن نشهد هذا المحيط الإقليمي للجزائر وهذه الحدود التي تتجاوز 6000 كيلومتر كيف أننا نقبح في محيط ملتهب في أزمات كذلك متدحرجة يستوجب علينا اليوم أن يكون فيه نوضع إطار حقيقي لتسوية هذه الأزمات تفعيل دور الجيش الوطني الشعبي في عملية حفظ السلم والأمن كذلك الاستقرار في إطار أولا المنظمات الدولية سواء كان الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعات الدول العربية وكما هو واضح أنه في الأمم المتحدة قوى حفظ السلام هي مهام غير قتالية فبالتالي نحن نتحرك أولا في إطار إعادة تغيير المعادلة الإقليمية مع الحفاظ على الثوابت التي تقوم على أساسها الدولة الجزائرية والمرتبطة بإحترام سيادة الدول بكذلك مناصرة القضايا العادلة بكذلك عدم التدخل ولكن في ذات الصياح كذلك سوف تكون لنا كلمتنا في تسوية النزاعات والأزمات لأن إبعادنا على تسوية هذه الأزمات له فطورة كبيرة جدا على مفهوم الأمن القوى الجزائري وعلينا كذلك أن نصحح بعض المفعيم بأن حدودنا الأمنية ليست في حدودنا الجغرافية حدودنا الأمنية تتجاوز بما هو مرتبط بمفهوم الأمن القوى الجزائري بمعنى كلما رأينا واستشعرنا أن هناك تهديد يستوجب بأن يكون هناك تحرك لوضع فاصل أو حد فاصل لهذه التهديدات أتفضل لما يقوله الأستاذ ميزاب اليوم العلوم العسكرية تماشين مع تطور التهديد مع تحديات الأمنية الجديدة تتحدث وتبني استراتيجيتها على الدفاع المتقدم على الاستباق وبالتالي دسترة هذا الأمر سينعكس في إطار وسيسمح ببناء استراتيجية دفاعية مبنية على استباق التهديدات ومن تمت الحفاظ على مصالح الحيوية للجزائر وتحصين أكثر أمن واستقرار الجزائر طيب بروفيسور مصطفى سايج ما التأثير اليوم عندما تتفاوض دبلوماسيا في تسوية أي نزاع وليس لديك قوة عسكرية موجودة وبين أن تكون لديك هذه القوة في التسوية مثل ما قال الدكتور أحمد مزاب أنت تسوي نزاع ونعلم قوة الدبلوماسية الجزائرية تاريخها فعاليتها في تسوية النزاعات رغبتها أيضا في التسوية السلمية السياسية ولكن ستكون ضعيف إذ لم تكن لديك هذه القوة العسكرية المتواجدة في النهاية على الأرض ميدانيا ما الفرق اليوم بين كيف كنا نسوي وكيف كنا نشارك في التسوية وما تؤديه أو تتيحه هذه الرخصة الدستورية طبعا ربما كريم سأنتقل بك من الدبلوماسية الناعمة إلى الدبلوماسية الذكية أن تجمع بين الناعمة والصلبة هذا هو كان النقص وكان عندنا فراغ في الحقيقة أننا كانت لدينا دبلوماسية قوية على مستوى المحافل سواء إقليميا أو دوليا لكن عندما نصل إلى تفعيل جوانب الأمنية والعسكري كان هذا الحاجز أتحدث قبل قليل على نموذج قيادة العمليات المشاركة لتمنراسط الذي نزال قائما بمشروعه وتم التساع إلى سبع الدول فيما بعد أتحدث عن هندسة الأمن والسلم في إفريقيا وكما قلت سابقا دبلوماسية جزائرية تلعب دور في هذا الإطار ولننتظر في المستقبل أن يكون هناك لواء لشمال إفريقيا والجزائر يمكن أن تطلع به الجانب الآخر يجب أن ننتبه إليه أن الجزائر في إطار الاستراتيجية الأمنية ليست معزولة عن التحولات الدولية والسيادة المقدم يعرف أن لدينا خبرة في عمل 5 زائد 5 دفاع في مستوى غرب المتوسط لدينا علاقات مهمة في إطار الحوار الأطلسي المتوسطي الجزائر فيه دور كبير جدا ولدينا كذلك علاقات استراتيجية تقريبا مع كل قوى الندية لدينا حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة مع روسيا مع الصين ولدينا مع تركيا تقريبا الجزائر لديها هذه الخبرة وتوظفها دائما في إطار العلاقات التوازن المصالح بما يخدم أهدافها وثوابتها لكن الآن تغييرات التي أثرت قبل قليل ربما الأستاذ ميزاب أشر إلى نقطة مهمة أننا دائما ما كنا ننظر برؤية تقليدية أن الحدود تمتد إلى ستلاف كيلومات مغلقة تحمل الحدود تضح في حديث التيجن تورين أن الإرهاب متعدد الجنسيات جاء من شمال مالي ذهب إلى ليبيا وبالتالي دخل من بلد إلى بلد يعني من حدود إلى حدود هنا كانت بعض الأدبيات الأمنية تتحدث في اتفاق ميدان لتمنراست كيف يمكن أن تكون حق المتابعة للإرهابيين والجريمة المنظمة حتى داخل الحدود في مسافة معينة من جانب تقنيفه هناك حضور لكن للأسف هذه الرؤية الجزائرية خضعت إلى تكسير الإرادة تكسير فرنسي بالأساس تكسير لدول عربية شقيقة تدخل في ليبيا وغيرها وبالتالي أعتقد بأننا في المستقبل الرؤية الجزائرية ليست رؤية موحدة وأحادية وإذا ما يمكن كيف تعمل في العمل الأمن المشترك كيف نخلق هذا الجانب إعادة إحياء لأن هناك إحباطات الدولة مثل تشاد تقول تقريبا 80% من جيوشها يموتون على حساب الفرنسيين حتى عندما ذهبوا جي سانك ساحل لكي يكون تمويل على مستوى الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت بحق الفيتو على عدم تمويلها والآن الفرنسيين ليس لديهم القدرة على تمويل تلك العمليات الجانب الآخر أن الجزائر المدركة في هويتها الإفريقية إذا لاحظت قوات حفظ السلم والأمن للأمم المتحدة في 14 تقريبا 14 بما فيها المينورسو 91 في 14 80% كلها في القارة الإفريقية الآن إذا عندما نحرك الدبلوماسيا ونقول إفريقيا للإفريقيين ليس فقط أن نمويل ماديا وإنما كيف أن نخلق تلك الديناميكية وليس غريب على أحد الآن عندما ترى في إفريقيا 54 دولة بشهادة الملاحظين المحايدين تقريبا هناك أربع دولة لدي هذا الثقل جنوب إفريقيا نيجيريا الجزائر ومصر تقريبا هنا الرؤية كيف نتعامل مع الآخرين بما نعطي إفريقيا الإفريقيين وهذا الذي في تقديري الذي يمكن أن يعطي هذا الفراغ الذي كان في السابق بمعنى أن تعطي طمأنة لدول الجوار مالي بحاجة لماذا سيدة المقدم يعرف ذلك لدينا مدرسة قوية مثل شرشال متعددة الأسلحة للتكوين الضباط في السابق كان الكثير من النخب العسكرية يتكونون في شرشال وأصبحوا قادة وحتى رؤساء دول إذن لماذا لا نستطمر في هذه القوة الناعمة والصلبة في نفس الوقت السمعة المؤسسة الآن ليس فقط في نفس الوقت أعيد وأكرر المادة الدستورية لا تتحدث عن تدخل العسكري لأن البعض يقول مصطلح التدخل والمشاركة أقولها سمعناها ربما كنت في جلسات معينة مع ديبلوماسيين فعيلين صحيح عندما قالوا لنا في فترة معينة أن أريد للجزائر أن تكون باكستان أخرى الجزائر ليست باكستان أخرى لا نقوم بالوظيفة الأمنية للآخرين بتدخلات عسكرية تدمير شعوب المادة صريحة الفقرة ثابتة تمتنع الجزائر عن لجوء إلى الحرب من أجل المساس بسيادة مشروعات للشعوب الأخرى وحريتها الاستثناء يمكن ممكن في حالات التي تخدم مصالحي الحيوية أنا أرى ربما مستقبلا وأدفائل لماذا أشقائنا الليبيين مستقبلا عندما يقتنعون بعد مأزق الآلم ونتمنى لهم في هذا رمضان أن يخرجوا من جائحة كورونا وجوانح وجائحة الشقاق التي قتلت شعوبهم يصلوا وبكل صدر رحم لدينا كل القدرات من مؤسسات أمنية وعسكرية وجامعات لتكوين النخب الليبية بما يخدم مصالحهم لا نريد منهم جزاء ولا شكورة لا نفط ولا غاز ولا بحر لدينا من المقدرات ما نحتاجه ويكفينا للأجيال القادمة إذن هذه هي أدوار التي نريدها بمعنى أن نخلق الثيقة لدى الآخرين وسوف يصلون لأن القوى التي تتدخل في بناء القواعد العسكرية هي في النهاية سوف تقتل الشعوب ولاحظ حتى في الفترة آخيرة وأعطي نموذج وأتمم في الفترة آخيرة خمس دول فرنسا البورتغال القبرص مصر الإمارات ضد تركيا بيان ضد بيان ولا إدانا لما يجري ضد الشعب الليبي كل ما يهمهم استثمار النفط والغاز في شرق المتوسط المثلة الاستراتيجي الموجود الهلال الاستراتيجي في طرابلس الموجود في الشواطئ الليبية وفي نفس الوقت الشعب الليبي مهجر ويقتل في هذا الشهر العظيم التي حرمت فيها القتال بين المسلمين المسلمين فبالك بالإرادات الأخرى أنت تعال هذا هو في كرة اليد هناك خطة الدفاع المتقدم أعتقد أننا وصلنا كجيش لأن ننطلق إلى الدفاع عن مصالحنا واستراتيجياتنا في دفاع متقدم ولا ننتظر أن يأتي العدو بشكل نوع أو بآخر ولا بالأشكال الجديدة للتنظيمة الإرهابية دكتور راشد لوراري الجيش وضع في ترتيب عدة مجلات تحدثت عن ترتيب الجيش عن تحديثه عن تكوينه عن القوة التي وصل لها إليها جيشنا لذلك يزعجهم هذا التعديل أريد لجيشنا في فترات سابقة أن يكون مؤسسة تعمل على حماية الحدود تبقى أيضا في ثكناتها في شكل كلاسيكي واضح إلى أي مدى يمكن أن يتغير الأمر بهذا التعديل ما الذي ستحدثه هذه التعديلات على عمل الجيش ليس تقنيا طبعا أتكلم سياسيا وستراتيجيا لأن التقني الموجودة والخبار أكثر مني هنا المخصصين في المجال هذا ألا أتكلم أن هذا التعديل هو تعديل نوعي استراتيجي للمستقبل يعني نحن لسنا أقل من تونس ومن المغرب لما نرجع الدستور المغربي المعدل في 2014 أعف 2011 والدستور توسي المعدل في 2014 نلقاه أقر نفس المبدأ في دستيري برغم أن أقلل من أهميتهم إخواننا هم شقانا ولكن مقارنة بما تملك الجزائر من إمكانيات ومن طاقات ومن رصيد تاريخ ومن تنظيم وترتيب وتمويل للجيش كجيش الآن عصري كجيش احترافي وشفنا العديد من التدريبات الميدانية بالداخيرة الحية التي أشرفت عليها قيادة الأركان والتي هي دورية وتدخل فيها طار النظرة استراتيجية لتطوير وتنمية هذه القوات المسلحة المتمتلة عندنا في الجيش الوطني الشعبي نظن هذا الدخل في طار نظرة استراتيجية معينة وتكلموا الأخوان على كثير من الأمور أو الأسباب أو العوامل الأساسية التي دفعت ربما بالمؤسس الدستوري لأخذها بالاعتبار ولإدراج مثل هذا البند في مشروع التعديل الدستوري أنا فقط ممكن زيد عاملين أساسيين العامل الأول هو محاربة ما يسمى بالجريمة المنظمة العابرة للقارات الآن موش للدول أصبحت عابرة للقارات وبالتالي مثل هذه المهمة لا يمكن لأي جهة تقوم بها لأي مؤسسة إلى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي نظر لما تملكه من قدرات ومن تجربت ومن خبرت العامل الثاني اللي هو التصدي لخليني نقول التهريب والهجرة السرية وغيرها لأصبحت بمثابة يعني مؤرق عاملين مؤرق لمجموعة كبيرة من الدول من الأخر اللي هو بعض التهديدات العسكرية الكلاسيكية واللي في الإطار هذا نظر تدخل النظرة الاستراتيجية للجيش الوطني الشعبي ولتطويره وتزويده بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية وخاصة المادية العلمية والتكنولوجيا لأنه الآن الحرب أصبحت حرب إلكترونية يتحكم فيها من يتحكم في تكنولوجيات هذه الأسلحة لذلك أنا نقول بأنه بغض النظر عن ما يجري من نقاشة من هنا أو من هناك لي في حقيقة منطلقة من فراغ وإنما تحمل خلفيات المعينة وكأنهم لا يريدوا لهذه الجزائر أن تقف على رجليها أن تكون لها قوة بمثل قوة الجيش الوطني الشعبي ولا يبقى هذا الجيش الوطني الشعبي مهمته محصورة في الداخل أحيانا وتكلموا لها الستيدة وتكلموا لها سيد المقدم أنت مضطر للقيام ببعض العمليات الاستباقية الاستراتيجية التي تدخل في إطار حماية الأمن القومي كما عبر عنها الأستاذ ميزاب الاستراتيجي لبلادك إذا لم تكن مثل هذه المبادئ مكرسة في الدسور والتي تسمح بتدخل بالتدخل أو بالقيام بمثل هذه العمليات في إطار شفاف وفي إطار مؤسستي يسمح بضمان الحماية القانونية الدولية والوطنية لمثل هذه التدخلات طبعا لا يمكن أن تكون بمثل هذه التدخلات لذلك نقول لنا بأن مثل هذا التعديل هو إضافة نوعية لا يمكن من وجهة نظري إلا تثمينها خاصة في هذه المرحلة بالدات والتي أسهم الأستدة في تقديم مختلف التحديات التي تواجه الجزائر طيب حضرة المقدم هناك تخوفات بعض الكتابات على السوشيال ميديا فيه جدل أيضا يعني حول يقال استنزاف قوة الجيش تخوف يعني من تواجده في مناطق نزاع معينة بماذا ترد على هذه التخوفات هذه التخوفات في الحقيقة تعبر عن أمر صحي جدا وتعبر عن العلاقة الوجدانية التي تربط الشعب الجزائري بهذا الجيش بالجيش الوطني الشعبي سليل الجيش التحرير الجيش الوطني الشعبي هو من صلب هذا الشعب وبالتالي هذا التخوف تخوف مطمئن وربما يحمل رسائل لأعداء الجزائر الذين يحاولون دائما المساس بهذه العلاقة العميقة لأن الشعب الجزائري خبر هذا الجيش في كل الملمات التي مرت بها بلادنا منذ الاستقلال ويعلم بأن هذا الجيش هو خادمه الوفي في الصراء والضراء اليوم الجيش الوطني الشعبي تفضل الأستاذ تمرين تاكتيكي بالدخيرة الحية بالنحية العسكرية الثالثة الوفاء بالعهد بإشراف سيد اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعبر بأن هذا الجيش إطارات وأفراد هذا الجيش في شهر السيام يتدربون بالدخيرة الحية وفق سيناريوهات مختلفة من تمرين إلى آخر تحاكي التحديات الأمنية المطروحة في الإقليم وبالتالي الشيء المهم هو أنه من خلال دسترة هاتين المادتين أن الجزائر الدولة الجزائرية والجزائر الجديدة لن تتنكر أبدا لمبادئها وقيمها هذه القيم التي صنعت كبرياء الجزائر لدى الدول ولدى الشعوب اليوم الجزائر لدى الدول ولدى الشعوب هي جزائر تحترم التزامتها جزائر تأبى التدخل في شؤون الغير ومما جعلها لها المكان في سياستها الخارجية وبالتالي التخوف هذا في الحقيقة بالعكس الجيش الوطني الشعبي سيظل حامي البلاد يطور نفسه تحدي لأنه كما قلت في السابق فيه تضحيات حدود شاسعة فيها أبطال اليوم هم مرابطون على الحدود هم في الجبال هم في الغابات فيه تضحيات تقدم في سبيل الوطن كواجب كالتزام بمهام دستورية وبالتالي من أقول لهؤلاء المتخوفون على إرسال الجيش الوطني الشعبي وحدات من الجيش الوطني الشعبي لتنخرط في نزاعات لا نقتال الدولة الجزائرية فيها ولا جمل أقول لهم بأن هذا الجيش قيم ثورة نوفمبر المجيدة راسخة في أفراده وقيادته العليا هذا الجيش لن يتصرف أبدا إلا بما يخدم الشعب الجزائري ويخدم المصالح العليا للجزائر طيب دكتور أحمد بيزاب بالنسبة للجيش تواجد دوليا وبهذا الشكل ماذا سيوضيف له كخبرة كتمرس كقوة أكثر كتعرف على ميادين أخرى لقاء ربما أو لقاءات مع جيوش أخرى مع عقليات عسكرية أخرى هو خليني ربما أنطلق من زاوية أخرى قبل أن أجيب على بشكل مباشر ومرتبط طيب الله لكن خليني أنطلق من داخلي ثم توجهي إلى مسألة تبادل الخبرات واكتساب الخبرات لما اليوم نحن كنا نتكلم دائما على العقيدة العسكرية اليوم نحن نتكلم على عقيدة عسكرية واضحة متكاملة بكافة مستوياتها بمعنى أن اليوم نحن نتكلم على عقيدة مفصلة في كافة أطرها بما سوف تساهم أولا في مجال التكوين داخلي على مستوى مؤسسة الجيش الوطن الشعبي على مستوى كذلك تطوير القدرات والتجهيز بما يتماشى والمعطيات خاصة وأننا اليوم نتحدث على طبيعة التهديدات أنها لسة تهديدات تقليدية وإنما نحن نتحدث على شكل جديدة من المخاطر والتهديدات الأمنية بالإضافة إلى أن نتحدث على نوع هذه التهديدات هو عابر للحدود وعابر للقرات فبالتالي يتوجب أن تؤسس عقيدتك العسكرية وتراجع عقيدتك العسكرية وكذلك المعضلات الأمنية اليوم لما نتكلم على مشاركة الجيش الوطني الشعبي في إطار المهام المتعلقة بحفظ السلم والأمن في إطار الأمن المتحدة وجميع الدول العربية وكذلك الاتحاد الفريقي هذا سوف يساهم أولا من تعزيز قدرات هذه المؤسسة من كذلك اكتساب الخبارات من تبادل الخبارات من اقتسام التجربة لا ننسى بأن اليوم لدينا مؤسسة عسكرية تمتلك من الخبرة ما يكفيها بل أصبحت اليوم نموذجا أولا يقتذى به ويحتذى به في كافة المجالات لأن ننسى تجربة محاربة الإرهاب هذا في حد ذاته أن حولت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى مدرسة يمكن لها أن تقدم الكثير بالنسبة للمؤسسات العسكرية الأخرى أنه من ناحية ثانية كذلك تجربة الماضية التي عرفناها في العشر التصور وكذلك المرافقة والعمل في إطار الحفاظ على مفهوم السلم والأمن مما كذلك يساهم في تعزيز تجاري مؤسسات أخرى فبالتالي أقول بأنه ربما ما سنقدمه نحن قد يكون أكثر مما سوف نأخذه لكن في ذات السياق وبحكم أن اليوم الجيش الوطني الشعبي حتى في الترتيبات الصادرة على الكثير من المعاهد المهتمة بالشأن الأمني والعسكري تصنف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في ضمن المؤسسات العسكرية القوية سواء كان من حيث قدراتها العسكرية سواء كان من حيث كذلك قدراتها البشرية هذا سوف يمنحنا أولا رصيد كبير سوف يتم اكتسابه سوف كذلك نتمتع بتجرب قوية سوف يعزز كذلك من قدراتنا البشرية حتى تجريب تجريب بعض الأسلحة يعني تجريب أنت تعمل مناورات داخل الوطن لكن أن تجربها فعليا وعلى الأرض في لهذا انطلقت من الزاوية ولا حينما قلت انطلق داخليا بأن عقيدتك العسكرية اليوم لما ترجحها وتصبح مفصلة وواضحة سوف تمكنك من بناء أولا قدراتك وتجهيز نفسك بما يستجيب لطبيعة المهام الموكلة إليك والمتوقع أن توكل إليك بالإضافة كذلك إلى أن حتى كذلك برامجك التدريبية وكذلك برامجك القتالية سوف تؤسس على هذا الإطار فبتالي نحن نتكلم على أن هذه المحطة سوف تجعلنا نكتسم من الرصيد والخبرات ما يمكن من تطوير مؤسسة الجيش الوطني شعبي وسيمكن كذلك مؤسسة الجيش الوطني شعبي من تقديم خبراتها للاستفادة منها طيب بروفيسور سأخذك إلى باب آخر لطالما قلنا أن مؤسسة الجيش تفوقت على باقي مؤسساتنا المدنية منذ السنوات في الانضباط في الاتصال المؤسساتي يعني في الديمومة ديمومة التواجد وبقوة الآن ماذا يعني أن تتواجد إلى جانب الدبلوماسية تتواجد إلى جانب الفعل الدبلوماسي في انتظار أن يكون القوة الناعمة التي ترافق هذا الكل يعني هل الآن الأوان لمؤسساتنا مدنية أو عسكرية إعلامية أن تتوحد في جهد مثلا دبلوماسي تكون أنت قوي بأولا دورك الدبلوماسي كمؤسسة سياسية ثانيا بإعلامك القوي الذي يدافع ويشرح الرؤية ثم أيضا بجيشك المتواجد على ذلك الملف الذي تتفاوض أنت بشأنه طبعا كريم ربما أشرت إلى نقطة ودائما ما أشير إلى أن الجزائر في السنوات السابقة كانت تريد أن تبعث ما يسمى بثينك تانكس دبابات التفكير لأن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى مؤسسات التفكير المفروض أن حتى في هذه المسائل برغم أن هناك نقاشات وأنا أعتز في كثير من الأحيان أن المؤسسة العسكرية تشرفني في منتديات والملتقيات والدولية أخذ بالذكر المركز دراسات الاستشرافية الكلية الحربية المعهد العالي الأمن الوطني تقريبا في الجانب العسكري حقيقة فيه هناك نقاشات مستفيدة جدا فيما يتعلق بمستقبل التحولات العالمية ومنفاتحها على الجانب المدني سواء بالتحول الديمقراطي أو غيره وهنا ربما القوة المؤسسة العسكري كما سبق سيادة المقدم أنها أولا هي ليست فقط سليل الجيش التحري وإنما هي من أبناء الشعب الجزائري أنت سوف تلاحظ فيه تنوع من جميع المناطق وهو جيش محترف وشعبي ليس جيش برجوازي وليس جيش طابور الخامس في كثير من الدول الإفريقية للأسف الاستعمار عندما خرج بقيت تلك التبعية للمركز الاستعماري وبالتالي هنا نقطة القوة بالنسبة الانضباط المؤسسة العسكرية أنها تمتلك هذه العقيدة في السرابة وفي الانضباط وفي الاستمرارية وفي الانتقاء وهذا مهم لأنني درست الكثير من المواد واحتكيت بكثير من الإطارات ربما سوف تجد بأنها من النخب الجامعية التي تلتحق بالمؤسسة العسكرية ولا أنسى حتى الانضباط على مستوى ضباط الصف والقيادة وبالتالي هذا التدرج الذي يعطيك فيما بعد نوعية النخبة العسكرية التي هي مؤمنة بالعقيدة العسكرية الجانب الثاني طبعا كريم أنت تشير إلى ما يعرف بالاستراتيجية الشاملة نعم هذا ما قصر الاستراتيجية الشاملة المؤسسة العسكرية وجدت متورطة بفشل سياسي نقولها صراحة في 1991 حافظت لنا هذه الجزائر من تهديد الإرهابي المتعدل الجنسيات في الفترة الأخيرة رافقت الشعب في الانتقال الديمقراطي وأثبتت بأنها مؤسسة محترفة بخطابات واضحة كثيرا من الوضوح لا تريد لا سلطة ولا سيادة لكن في نفس الوقت عندما كان المتربصين يراهنون على أن يكون الصدام بين المؤسسة العسكرية والشعب لأن هذه هي النواة وتحدثنا تقريبا منذ 80 إلى 90 كنا نقول فكرة أساسية أن العراق واليمن ومصر واليمن وليبيا وغيرها سوف تدمر بجيشها وبالتالي تفكيك الجيش في العراق أو في اليمن أو في سوريا سوف تدمر المجتمع الآن النواة الصلبة التي تحافظ كعمود فقري لاستقرار هي هذه المؤسسة والآن في هذه المادة الدستورية هذا هو الانتقال الذين كانوا يقولون بأن المؤسسة العسكرية تتدخل في شؤون سياسة وغيرها هي واضحة كل الوضوح بالرغم من أن الضغوطات خارجية ضغوطات في بعض الأحيات الداخلية ببعض بعض الدوائر التي لا تريد أن تكون قوة للجزائر في المستقبل في هذه المنطقة إلا أننا استطعنا أن نعطي صورة واضحة للسلمية فيما يتعلق بهذا المستقبل وبالتالي المستقبل ليس فقط مرهون على تقل المؤسسة العسكرية وإنما الأمن المجتمعي مهم والأمن المجتمعي ماذا يعني؟ أن يكون هناك في المستقبل القريب في هذا الدستور ديناميكية للحياة السياسية ثانيا أن يكون هناك المشاركة كما سبقني خبراء في الدستور وسيادة المقدم عندما يناقش البرلمان بغرفتيه ويكون ممثله من الشعب كل مساء المتعلقة بالأمن الوطني فهذا انتقاد نوعي بمعنى ليست هناك سرية فيما يتعلق بهذه المشاركة وأعيد وأختم وأقول هذه المشاركة هي في عمليات حفظ واستعادة السلام وليس وإنما تم تنع جزائل عن نجوء إلى الحرب وهو يجب أن نكرره واضح سيشرح لنا هذه النقطة أكثر الدكتور رشيد لوراري سأعيدك إلى الجانب القانوني دكتور مسألة إضفاء الشرعية على المشاركة مشاركة جيشنا خارج الحدود تفسير أكثر للمادة عندما تجبرك يعني رخصة دستورية مشروطة يعني فيها عملية كاملة أنه فيه اقتراح ثم ثلثي البرلمان ماذا يعني رمزيا أن يأخذ كل هؤلاء أو يأخذ المقترح كل هذا المسار حتى ينفذ يعني الكثير يعني دفع المصداقية على هذه العملية وعلى هذا القرار حققت سيد رئيس الجمهورية هو منتخب الشعب وهو يجسد إرادة العامل الشعب ومع ذلك فالمادة 31 لم تكتفي بين اتخذ سيد رئيس الجمهورية مثل هذه القرارات الحاسمة المصيرية إلى غير ذلك والتي ربما تترتب عنها مجموعة من الأشياء بما في ذلك ربما الخزينة العمومية إلى غير ذلك ولكن اشترطها أيضا بموافقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه من منطلق هؤلاء النواب أو أعضاء مجلس الأمة هم منتخبون هم يعبرون عن الإرادة العامة لمجموعة أفراد الشعب من منطلق أن السيادة عندنا في الجزائر وعندنا المادة السبعة وثمانية بأنها ميل كل الشعب يمارسها من خلال منتخبه إذن بالرغم أن رئيس الجمهورية ويجسد هذه الإرادة لمجموعة أفراد الشعب إلا أن المؤسس الدستوري اشترط ضرورة إشراكي هي رخصة لسيد رئيس الجمهورية بإمكانها يمارسة ولكن في إطار ما هو محدد له ومرسوم له من حدود وشروط مرتبطة بدرورة وعرض هذا القرار على ممثلي الشعب نحن نتكلم عن البرلمان باعتباره الهيئة الشرعية في الوطن باعتباره الذي يتول عمل الشرع باعتباره يجسد الإرادة العامة للشعب باعتباره الذي يراقب مستقبلا عمل الحكومة للأمانة نادرا ما كنا نرى نقاشات تخص أول المشاركة الجيش خارج الحدود أو نقاشات تخص الدبلوماسية للأمانة على مستوى المجلس الشعبي وطني أو مجلس الأمة كانت ملفات وطنية نعم لكن على مستوى استراتيجي للأمانة لم تكن موجودة كثيرة هذا يعطينا مؤشر أو يبين لنا المؤشرات المستقبالية بالنسبة للجمهورية الجديدة المنتظرة في المنتظر بنائها وهذا أيضا يسكل أساسا من الأسس الشعبية والديمقراطية في بناء هذه الجمهورية كما قلت مهما كان موقع السيد الرئيس الجمهورية إلا أنه أيضا لم المؤسس الدوسر لم يكتفي بإخضاعه لرأي السيد الرئيس الجمهورية كان بإمكان أن يقول بقرارين من السيد الرئيس الجمهورية نقطة وسطر كما هو معمول في بعض الأنظمة الدوسرية في العالم ولكن لا قال يجب أن يؤرد على البرلمان والبرلمان طبعا عندما تشترك هاتين الإرادتين إرادة رئيس الجمهورية وإدارة البرلمان باعتبار مجلس المنتخب لا يمكن لهاتين الإرادتين إلا أن تتفق على المصلحة العليا للجزائر فقط وأبدا سأعود إضافة تفضل ربما أكمل ما تفضل به الأستاذ وهذه الإرادة بالتلاع على سيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تم طرح وهذا التزام طرح هذه المسودة مشروع تعديل الدستور التي فتحت هذا النقاش ومباشرة فيه ورشة أخرى هي قانون الانتخابات وبالتالي كما تفضل الأستاذ هي الكرة الآن إن شاء الله وستكون في يد الشعب على أن يختار الأكفأ الأخلص للوطن ويختار ممثله بصورة موضعية حتى غدا هؤلاء الممثلين في البرلمان هم من سيقررون ويمثلون سيادة الشعب طيب دكتور أحمد ريزاب تقنيا عسكريا عملياتيا ماذا ستضيف المشاركة خارج الحدود لجيشنا بصراحة شوف أولا أعطيكم نقطة أولى أن تنوع الأزمات وتعدد الأزمات حينما تحتك بها وحينما كذلك تحتك حتى كذلك بقوة أخرى سوف يعطيك نوع من التشبع أولا بالتجارب سوف يعطيك كذلك نوع من الإدراك لطبيعة التحول في المخاطر ومثل كذلك في التعليدات مما سوف يعطيك رؤية لبناء استشراف حقيقي مبني على أساس معطيات حقيقية لتطوير استراتيجية وخطط أمنية يمكن لها أن تجابها مختلف أنواع المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تهدد الجزائر سواء كان ما وراء الحدود أو في إطار كذلك التهديدات الجديدة يعني بعبارة أخرى عندما عندك قوات من جيشنا موجودة على أرض معينة أو في منطقة معينة قد يملك السياسي معطيات قد يتفاوض على معطيات لكن يغفل التفاصيل على الأرض لكن يغفل التفاصيل يغفل التفاصيل أنت تعطيه تقريرا مفصلا عن ما يجري في تلك المنطقة على الأرض سيبني القرار السياسي حتى أسكرية حتى أسكرية هناك فرق بين الجانب النظري والجانب الذي يكون ميداني بالتالي كلما كنت موجود في الميدان ومحتك في الميدان كلما سوف يكون لك إدراك وتشبع بشكل كبير جدا مما سوف يعزز من الاستراتيجية التي أسسها الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة المرتبطة باليقضاء الأمنية فبالتالي هذا سوف يساهم بشكل كبير جدا بالإضافة إلى الزاوية الثانية التي الجانب الأمني والعسكري سوف يساهم في تغذية القرار السياسي أو في إعطاء كذلك معطيات للجانب السياسي من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير التي سوف تمكن الجزائر من الحفاظ على أمنها وسلامتها وكذلك في مباشرة حتى الملفات في إطار جهود الوساطة والتسوية والحلول السلمية بإدراك شامل لمختلف الزاوية ولمختلف كذلك المعطويات التي يمكن أن نجل بعض تفاصيلها خاصة وأنه لما نجي فقط في تحليل بعض الأزمات والملفات لو نأخذ فقط الملف الليبي الملف الليبي يتحول من ساعة إلى ساعة تطرأ فيه تغيرات من لحظة إلى لحظة فكذلك تعدد التدخلات كذلك تفرز لك كذلك مجموعة من المعطيات الأخرى كل هذا يساعد السياسي في اتخاذ القرارات المناسبة ويساعد كذلك السياسي الخارجية في التحرك في الإطار الذي يمكن أن تكون فيه فاعلة وفعالة ويمكن لها كذلك أن تقدم نتائج إيجابية فبالتالي مبدأ لمشاركة في حذته هو مبدأ سوف يعزز أولا من ناحية التجارب سوف يعزز من ناحية أخرى كذلك القدرات سوف كذلك يجعلنا نكتسب الكثير كذلك من الوعطيات ويجعلنا كذلك نطور من رؤيتنا لطبيعة الأزمات ولطبيعة كذلك الحلول التي يمكن أن نقترحها في إطار الجهود سواء كان داخل الاتحاد الأفريقي أو داخل كذلك جامعات الدول العربية أو حتى كذلك في إطار منظومة الأمم المتحدة طيب في ذات النقطة أعتقد بروفزور يدي إضافة نقاط أخرى طبعا إضافة إلى ما سبقني أنت تعرف بأن المؤسسة العسكرية تذهب إلى الاحترافية والاحترافية أنك بقدر ما تشارك مع جيوش أخرى في العالم سوف تكتسب الخبرة وكما سبق وذكرت بأن الجزائر ليست معزولة عن التفاعلات الدولية أعتقد أن خمسة زائد خمسة دفاع في كل عمليات خصوصا في بحر المتوسط في تبادل الخبرات في كثير بالأحيان يضاف إليها الديالوج ستراتيجي بين الحلف الأطلسي والجزائر باعتبار الجزائر أحد الفاعلين في هذا الجانب وفي نفس الوقت كما قلت أن الجزائر لديها علاقات استراتيجية مع الصين ومع روسيا بشكل أساسي إذن هنا هذه تبادل الخبرات وحتى المشاركة في حفظ عملية السلام سوف تعطيك أولا قيادات مستقبلية لديها الإمكانيات والقدرات للتكوين الأجيال الصاعدة وفي نفس الإطار في الجانب الدبلوماسي هو تكملة للقوة الناعمة الجزائرية ماذا عن بمشاركة الجيش خارج الحدود طبعا أولا يجب أن نشير أن الجزائر لديها اتفاقيات دولية فيما يتعلق بقيادات العملية المشتركة لتمنراسط كانت ألحقت بالآلية الاتصالات والاستخبارات التي كانت تتبادل الخبرات فيما يتعلق والمعلومات فيما يتعلق بكل جانب الأمنية الجانب الآخر أنت لديك بحكم الأمن المشترك سواء في المتوسط أو بالظواهر الأمنية المتعددة الإرهاب والجريمة المنظمة وكل تهديدات لا تماثلية الجزائر فيه خمسة زائد خمسة فيه مناورات وفيه اشتراكات وفيه تبادل لخبرات مع الجانب الإمريكي لا ننسى في منطقة الساحل وفي غيره حتى مع أفريكوم برغم أن الجزائر بقيت صلبة وكانت ضد أن تكون هناك قواعد عسكرية وحافظت أمنها وسيادتها إلا أن التعامل وفق توازن المصالح وكما لا يخفى عليك في الدراسات الأمنية الآن الأمن لم يعد بمفهوم الدولة القومية المغلقة وإنما أصبحت تفاعلات وهنا أعتقد أن المشاركة الجزائرية الدبلوماسية في المنتدى الأممي العالمي في مكافحة الإرهاب بالتشارط مع كندا شاركت كثير مع وزارة الخارجية في السنوات السابقة الجزائر لديها تصدير هذا النموذج في مكافحة الإرهاب قبل قليل الأستاذ والسيدة المقدم أشار إلى هذه التجربة التي أصبحت في المراكز الغربية والمؤسسات العسكرية الغربية تدرس الحروب التي أدرتها الجزائر وهذه الخلفية من معركة الجزائر من الحرب الجزائرية المقاومة الشعبية ضد الاستعمار وبالتالي أعتقد أن هذه الخبرات يجب أن تصدر من خلال التنسيق والتبادل المعلومات وهناك كما قلت اتفاقيات أمنية حتى مع الجانب الفرنسي الذي نمتلك معه في بعض الأحيان ذاكرة تاريخية معساوية لكن باسم توازن المصالح في كثير من الأحيان لأن الأمن لم يعد كما قلت مغلقا وإنما أصبح مركبا ما يجري في جنوب إيطاليا أو في إسبانيا أو في فرنسا يؤثر على شبالك وبالعكس وبالعكس لكن يبقى أن موقفنا صريحا هنا حتى تلاحظ حتى في الدبلوماسيات الغربية لاحظ في الفترات الأخيرة عندما استرجعت الجزائر سياداتها بانتخابات الرئاسية لاحظ الخطابات سواء في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت لينة وحتى كان تقرير لمجلة أمريكية مقربة من دوائر صلقارة في الولايات المتحدة الأمريكية كيف تصنف الجزائر في جانب الاستقرار وتصديم الاستقرار هذا لم يأتي بثمن وإنما أو ندد فع التمن التكاليف وإنما جاء بهذه السمعة لأنهم وجدوا أنفسهم بأن ما يجري في سوريا وليبيا والعراق أصبح تأثيراته سلبية على أوروبا بأكملها اللاجئين السوريين أو الهجرة 80% من جنوب إفريقيا تمر عبل الصواحل الليبية وتأثيرات تدخلات الرهان الفرنسي الإيطالي بقية عاجزا أمام تدخل تركي والروسي في المنطقة وبالتالي تأثيرات مصالحهم أدت إلى أن تكون الجزائر هذا النموذج الذي يمكن أن يعول ليس عليه لأمنهم وليس لمصالحنا نحن وإنما هم كما يقال لاعتماد متبادل أمني في النهاية ستكون المشاركة بمراعاة الاتفاقيات الدولية بتنسيق أمني واضح حتى تتضح الأمور لديك إضافة حضرة المقدة الوقت مر بسرعة أود أن أقول بأنه هو أمر صحي أن نناقش تناقش هذه المسودة مسودة مشروع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وربما بعد رمضان المبارك إن شاء الله سيكون الفضاءات أوسع لي إتراء جو آخر وإن شاء الله ندعو الله أن يرفع هذا البلاء وبالتالي هذا النقاش المهم هو أن يكون تحت سقف الوطن تحت سقف مصالح الأمورية للوطن التي هي مصالح الشعب الجزائري ومصالح قبل هذا مصالح أماني ورؤية شهداءنا الأبرار في جزائر موحدة جزائر متماسكة جزائر العدالة والمساواة جزائر قوية جزائر مصدهرة بعيدا عن أي بعيدا عن أي مصلحة خاصة أو عن تعصب حزبي أو إيديولوجي أو فكري نقاش لما يكون تحت سقف الوطن أكيد هذه المسودة ستخرج ستكون فيه مقترحات بما يخدم الجزائر حاليا وما يؤمنها إن شاء الله ومستقبلا والدستور يكون دستور كما دستور دائم ويأخذ مدة معينة ويحقق المصالح العليا لبلادنا وحتى إطراء يعني إطراء والنقاش الأفكار كلها تتلاقى من أجل الوطن من أجل الجزائر بالدرجة الأولى شكرا لكم جميعا على إطراء هذا البرنامج اليوم شرفتمونا بالحضور دكتور رشيد دوراري حضرة المقدم مصطفى مراح دكتور أحمد مزاب البروفيسور مصطفى سايش نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة سنناقش مواضيع مهمة أيضا تتعلق بالجزائر رؤية الآخرين لبلدنا من إعلامهم من مؤسساتهم أيضا من سياسيهم وتصريحاتهم لهذا الظرف وهذه المرحلة التي تمر بها الجزائر شكرا للفرقة التقنية للاستوديو رقم واحد بقيادة المخرجة سيام خرشي حفظ الله الجزائر وشعبها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة